فيما تتواصل مساعي الحل السياسي للأزمة السورية تستمر غارات الطائرات الروسية موقعة عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فبالأمس قالت مصادر طبية إن أربعين شخصا قتلوا وجرح عشرات بينهم أطفال نتيجة لقصف شنت طائرات روسية على سوق شعبية وسط مدينة دومة في ريف دمشق التي تسيطر عليها المعارضة واليوم وفي محاولة للرد على منتقدي الحملة الروسية في سوريا والتي تقول بعض فصائل المعارضة السورية أنها لا تستهدف مواقع داعش قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري جراسيمف إن المقاتلات الروسية تشن يوميا عشرات الغارات ضد مواقع لمن وصفهم بالإرهابيين لمساندة الفصائل زعم أنها تابعة للجيش السوري الحر والذي تمده روسيا بالسلاح والدخيرة والدعم المادي كلام رئيس هيئة الأركان الروسي نفته المعارضة السورية التي أكدت استهداف الوحدات الروسية مواقع الجيش الحر بالدرجة الأولى في أنحاء سوريا المسؤول العسكري الروسي زعم أيضا في تصريحة أخيرة أن أعداد مقاتلي الجيش السوري الحر الذين يخوضون معارك ضد مسلحي داعش إلى جانب قوات النظام تتساعد وأن هناك أكثر من خمسة آلاف مقاتل منهم يتقدمون في محافظات حمص وحمى وحلب والرقة مزاعم فندتها مصادر المعارضة السورية التي تعتبر أن تدخل الروسي في سوريا هدفه الأساسي دعم نظام الأسد وليس القضاء على داعش جدل تزامن مع تصريح لوزير الخارجية الروسي سرغيل أبروف قال فيه أن روسيا ترى حركة ديناميكية إيجابية في مساعي حل الأزمة السورية رغم أن موسكو أبدت موقفا متحفظا من مساعي توحيد مواقف المعارضة السورية